صدمة للأمن الغذائي لم يتوقف الحديث عنها بين مسؤولي الدول العالمية أو العربية فحسب بل انتقل هجس الخوف من تداعيات اشتعال الأزمات والتأثير عليها في البيوت والمزارع تحديدا عند الرقعة العربية من العالم حيث الانتاج الزراعي الشحيح مقارنة بانتاجات الدول المتقدمة الدول العربية سارعت باجتماع ربعي يجمع العراق والأردن وسوريا ولبنان من تموز الماضي لانجاز اتفاقيات تعزز الأمن الغذائي وتواجه الجفاف ونقص المياه وتماهد لطريق عملية فورية في الانتاج الزراعي سيما العراق الذي حقق اكتفاء ذاتيا العام الماضي لمحصول الحنطة واثني عشر منتجا غذائيا لكنه يواجه مصيبة الجفاف والتغير المناخي ميزانية العراق التشغيلية أكثر من خمسين مليار دولار ميزان التجاري لاستيراد المواد الزراعية بمعايدة 10 إلى 12 مليار دولار يكون نزعة سهلاكية كبيرة المؤتمر الذي عقد في العاصمة عمان عزز فيه وزراء الدول الأربع على أهمية التبادل التجاري الزراعي وإمكانية تطوير التعاون الفني للقطاعات الزراعية النباتية والإرشاد الزراعي لدينا علاقات وثيقة مع أشيقانا بالعراق ونسعى إلى تطويرها من خلال مذكرة التفاهم التي ستتم توقعها خلال هذه الفترة أما الحقيقة من زيادة حجم التبادل التجاري ينعكس ذلك إيجابا على الشعبين إجراءات موحدة لمواجهة تحديات النقص المستمر في الموارد المائية وانتشار الأوبئة والجراد الصحراوي وتشجيع الاستثمار جميعها خطوات يسعى لها مسؤول الدول العربية التي تعقد لقاءها الثاني من العام الجاري بهدف تلبية احتياجات القطاع الزراعي قبل أن تدخل تلك البلدان في خطر فقدان الأمل بمواجهة خطر الورقة الغذائية والزراعية سيما بعد تحذير خطير أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة حول ما تعيشه الأرض من كارثة التغير المناخي اشتركوا في القناة